تعالوا بما ان احنا كنا بنتكلم عن المشروعات الاقتصادية مش بس يمكن عدد المشروعات او العنوين السريعة اللي قرأتها على حضراتكم لكن كمان خلينا نقول انه سينا اصبحت هي اساسا كنز كنز من الاقتصاد كنز متكامل من المعادن من الغاز من الطاقة من كافة الاشياء واعتقد انه العمل على قدم الوثاق في سينا بقاله السنوات زي ما حضراتكم عارفتم يمكن التقرير اللي قلناه من 2013 2014 حتى اليوم والعمل شغال طول الوقت في سينا بشكل كبير جدا يعني يمكن افتتحنا في على مدار السنوات الماضية عدد من المشروعات يعني خليني مثلا هنا سريعا اقول لكم انه مثلا نقرأ بس حتى مع بعض الارقام فيه مثلا 240 مليون دولار دي استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية مثلا وده كان في شرق بورسعيد رقم مثلا عندي بـ 805 ملايين جنيه تكلفة انشاء المجمع الصناعي للرخام بمنطقة الجفاجة وده بوسط سينا بطاقة 3 مليون متر مربع سنويا 3 ملايين متر مربع سنويا عندنا رقم مثلا 727 مليون جنيه تكلفة مصنع انتاج الرخام والجرانيت برسدر يعني برضو حضراتكم شوفوا احنا بنتنقل ما بين بورسعيد وسط سيناء رسدر هنا مثلا برضو هنروح في محافظة بورسعيد والرقم 403 مليون تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة اللي هي مهمة جدا وايضا عندنا 7 ملايين طن سنويا للتاقة الانتاجية لمصنع اسمنت العريش شوفوا احنا بنلف ازاي في سيناء هنروح لصناعة السيارات شرق بورسعيد و75 ألف سيارة سنويا انشاء مثلا مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة انشاء مصنع بيراميزة لانتاج الإطارات ببورسعيد بطاقة تبلغ 300 ألف إطار سيارة شوفوا كميتر مشروعات عاملة زي نحو مثلا هنا رقم 8 أكثر من 78 ألف فدان مساحة المنطقة الصناعية بوسط سيناء جاري تنفيذها ورقم مثلا 50 مليون جنيه تكلفة المجمع الصناعي الحرفي بالعريش وشوفوا هنا العريش احنا بنتكلم عن العريش اللي هي كان فيها أيضا يعني فيها كمان مواجهة كبيرة جدا للإرهاب وكلنا تابعنا ده ولكن زي ما قلنا حتى وإن كان هناك مواجهة كبيرة للإرهاب لكن فيه إيد للتنمية شغالة طول الوقت هذه مصر وهما دول المصريين مصر